ده يخد بالحقيقة لما جرى في مطش مصر و أسيوبيا و زمن تلكوا ان انا لا في البرنامج ده كان الزمل كتيرة بيجيبوا لنا فقرات رياضية و انا ما بحبش هتكلم في الفقرات الرياضية لان احنا وقتنا أسمن وقت المشاهدين أسمن لكن الحقيقة والحمد لله رب العالمين ما تفرقتش انا كان عندي بس مباشر انبارع على صفحتي في وقت المطش قلت مش هتفرج أبدا يعني اتفرج على أسيوبيا لكن فجأت بعد المطش ان احنا اتغلبنا 2-0 و أسيوبيا والله يا شاء القدر قبلها بيوم كده بتفرج على فيديوهات بالليل لقيت مطش مباراة مصر و أسيوبيا سنة 98 غالبين 8-1 8-1 تفرجت على الجوان كلها كان عب حليم علي جاب مش عارفت أنا التجوان و وطرق السيد و كان و ابو تريكا كان بيلعب في 98 لا مش 98 لابو تريكا كان بيلعب 8-1 في 98 او 2006 مش فاكر واحد من التجوان 8-1 لو كنا بنجي انشاءلاتهم هنا فتخيلوا وصل بنا الحال ان احنا نتشاءلات 2-0 من أسيوبيا انت لما بيحصل عندك تراجع بيحصل عندك تراجع في كل مكانات تراجع في كل شيء مصر كانت أول دولة عربية عندها كرة قدر و أول دولة عربية تشارك في كاس العالم كنا حفظيه الحاجات دي 1934 في إيطاليا و أول دولة عربية تفوز بكاس الأمة أفريقية 1957 فلما بيبقى عندك نهضة بيبقى عندك نهضة في كل شيء و لما بيبقى عندك فشل بيبقى عندك فشل في كل شيء اه انا شفت شفت اللجوان والله عادي تفرجت على التام انت جوان لما بيبقى عندك نهضة بتنهض في كل شيء لما بيبقى عندك فشل بتفشل في كل شيء فهي تجي على الرياضة بس الحقيقة انه المطش ده بالذات كان المفترض يتم شحن الناس لأنه اللي بيحصل في أسيوبيا و هنستعرض دلوقتي انه مش مطش كورة هو بيلاقى بالعداء عارف انت مصر إسرائيل لما كنا في فترات العداء دلوقتي احنا زي الزبدة في السكينة ولا السكينة في الزبدة يعني حاجة سندوتش اشطة بالعسل كده مع مصر أسيوبيا قصد دلوقتي إسرائيل و مصر حاجة يعني زي الفول لما كنا زمان تخيل انت لو كنا في فترة العداء دي و اكبروك طبعا احنا كنا عمليه مقاطع بس اكبروك انك تلعب بصر إسرائيل كان اللعابة البصرية تنزل عاملة ازاي؟ هم الاسيوبيين عملوا كده و هنشوف دلوقتي احنا اللعابة بتاعتنا فيش مشكلة يا جماعة ايه المشكلة؟ المشكلة تكمن في ان الكفاءات عدمت والمناخ العام طارد للكفاءات المناخ العام طارد للكفاءات المناخ العام يقوم على المجملات والوسطى انا ملاحظ كده شامل مريحة مش حلوة قديلهم اسبوعين ثلاثة مركزين على الرياضة قوي وعملين يعملين شوية مشاكل فاكرين عارفين التسريبات اللي حصلت بمرتضى وواحد اسم محمد دي انا ما عارفش حاجات دي فاكرين؟ وبعدين قصة الحمامات اللي عاملة مرتضى باسم حسن مصطفى وكده وبعدين مطشط القرى انا بقى عرفت الزتونة لقيت اللجان اللي جان الالكترونية اللي هي الهابلة اللي لسه معانا على حد الوقت على البس قعدت اشتب يعني بتقدي ادوارها حتى اللحظة الاخيرة وبتجي لها التعليمات من تليفون سامسك بياخدوها سكينين شوت فاللجان الالكترونية عملت ايه بقى الاسبوعين اللي فات دول قالك احنا عايزين واحد عسكري يزبط المنظومة الرياضية الفاسدة عن مصط 2 3 4 عرفت انه ده ايه التوجيه تاني عسكري تكيف فاكوش انتو بتستعمان يا هرم تاني يعني انت بش شايف ان احنا البستة في الحيط وبتستعمى الناس ان انتو حقيقة انجازات سواء في ادارة الدولة او حتى في ادارة وزارة النقل اللي جبتلها اكفأ واحد في الجيش عندك كامل الوزير وهو عمل فيها ايه تاني عايز الرياضة كمان بس دي مش عسكرة دي مش عسكرة الدولة دي كتأخوانت الدولة دي مش عسكرة الدولة فاهم مش شغالين في الرياضة الوقت وهي الام الجاية هتشد شوية عشان يجيبوا حد كده يبقى كل السبوبة برضو في الرياضة قالك يعني والرياضة كمان نبقى مش مش موجودين فيها السبوبة تبقى في الرياضة عسكري فالحقيقة الماتش كان مهين جدا انا بقولك ما تفرجتش عليه لكن النتيجة مهينة ومزلة منتخب اسيوبيا الضعيف اللي هو ترتيبه مش عارف 140 ولا بتاع بيهز المنتخب المفروض ان المنتخب الاول في القارة الافريقية ليه؟ لأن احنا يا بشا متراجعين في كل شيء هم طبعا بغض النظر بقى عن الناس اللي كتبت عندنا لكن حقيقا عايز اشوف الرد فعل اسيوبي صفحة اسيوبيا بالعربي الاول قالت لك صباح الانتصارات طبعا ده ده الفرق زي ما قولوا الزمل العرضوه الفرق في الفلوس المنتخب بتاعنا بمية وستين تقريبا مية وستين مليون يورو وهم يعاني ب تلاتة مليون وجلبونا لايه؟ عارف انت العربية ami مرسيدس العربية السيدة لما بتزبقى لعربية المرسيدس عملتها تاني عملتها تاني العربية المرسيدس والعربية السيد بعدها بتلاتة مليون غربوا 160 احنا فلوس يا بشا discord صفحة اسيوبا بالعربي بقى وغيره يعني في كتير انا مرضيتي بعت والزبر انا مرضيش يججوب الحاجاها دي عشان بس فكرة الا ايه؟ الشحن الزي. لكن هما شايفين انها معركة. بص بس كتبوا ايه؟ صباح الانتصارات. الهدف الثالث لانه مغلبونا اتنين مع الملء الثالث ان شاء الله. البعض يخسر في الميادين ويأتي ليشتم ويسرخ في الاعلام ووسائل التواصل. والبعض ينتصر في الميادين كما انتصر بحكمتي في الاعلام ووسائل للتواصل اجتماعي. صباح الانتصارات يا وطني. صباح الانتصارات يا اسيوبيا وشعب اثيوبيا. رسالة البرلماني والمحل السياسي الاثيوبي محمد العروسي. بيقولك ايه لمواغزة؟ لمواغزة يعني. بيقولك الجنة التالت هنجيبه في الملء التالت. واخد بالك يا حج إبراهيم. واخد بالك ان مصر بقت ملطاش على قديك وقوي كده؟ مش كاتها تبقى قد الدنيا؟ بقى تقدي الدنيا صح؟ في بعض والله الناس لسا كانت تشوه. ايوه بقين قد الدنيا. بقين منطشة. منطشة للصغار. التسريب بتاع حسن مبارك لما كان في المستشفى لما قال انا هعمل ايه مع الاسيوبيين؟ اللي هو كده كنا ميتحامل معاهم كده. ما هكامل تقدرنا الاسيوبيين دول شعب المحترم ويعني من سلالة النجاشي الملك العادل. لكن اوعى تهوب. اوعى تهوب عنده بقق المايا بتاعي. اوعى تهوب عنده امن قومي. غير مسموح ليك. حسن مبارك قاله هطلع اضرابك. قاله كده على طول. وكررنا الكلام تسعة تلاف مرة. روسيا لم تعادل غربه كله الا عشان فيه امن قومي بسيط. بيهدد مصالحها على حدودها. لكن احنا الحمد لله. زي ما قال كده في اخر مؤتمر. لم ندخل في صراع مع شقائنا. احنا نشتغل على الموارد بتاعتنا. هنحل المياه بتاعت البحر وهنعالج مياه الصرف واللي عايز ياخد مننا ياخد. احنا انا غلبه و منكسرين. وبقينا غلبه و منكسرين حتى في الكرة لدرجة ان احنا اسيوبة بتهزمنا. واحنا مصر تبقى في الترتيب الرابع. الحركة دي بتدايق او مشارك. الترتيب الرابع. ما نسيناها خلاص بتعود لها رابع ده. الترتيب الرابع في مجموعة فيها اربع شخاص. بقينا رقم اربعة. زي بالزبط في اخر حسني مبارك لما بقينا رقم سفر في الكاس العالم 2010. خدنا سفر. الصراع كان بين المغرب وجنوب افريقيا و مصر. مغرب وجنوب افريقيا اقتسموا الاصوات واحنا اخدنا سفر. لما الدولة بتتقزم خلاص. بتتقزم وتوصل لحلقة. اشتركوا في القناة